اليوم هو يوم الدولار الأمريكي بامتياز فالعملة الخضراء وصلت المحافظة على أعلى مستوياتها منذ مايو من عام 2002 مستفيدة من مسار الفيدرالي الأمريكي في رافع الفائدة لمحاربة التضخم وهو ما دفع معظم العملات الرئيسية الأخرى إلى التراجع لمستويات تاريخية متدنية فالجنه الاسترليني أحد أكبر الخاسرين اليوم أمام الدولار القوي فقد تراجع خلال الجلسة إلى أدنى مستوى على الإطلاق ولامس مستوى الدولار وثلاثة سنتات متراجعا بأكثر من ثلاثة ونصف في المئة قبل أن يقلس قليل من هذه التراجعات وتأتي الضغوط الإضافية على الاسترليني من حالة الفزع بين الشركات من أن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة البريطانية قد توسع من مواردها على حساب الاستثمارات في البلد الذي يعاني من أزمة طاقة غير مسبوقة واستعدادات لشتاء استثنائي أما اليان الياباني الذي شهد أول حالة تدخل من البنك المركزي منذ 1998 عندما لامس مستوى الـ 145 أمام الدولار ها هو يعود مجددا بالقرب من هذا المستوى خلال تعاملات اليوم وهو ما يشير إلى احتمالية عودة بنك اليابان للتدخل مجددا وهو ما أكده محافظة البنك الأسبوع الماضي بعد وصول اليان لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 1998 وفي أوروبا عمق اليورو من خسائره وزاد من ابتعاده عن مستوى التعادل أمام الدولار الأمريكي ليتراجع خلال الجلسة دون مستوى 96 سنة للحظات قبل أن يعود فوق هذا المستوى ويبقى على تراجع لأدنى مستوى منذ 2002 وتتلقى بالقارة كيفية تعامل الحكومة الجديدة في إيطاليا بعد توليها السلطة بعد النتائج الاستثنائية التي ظهرت من هناك وسيكون هذا الأسبوع حافلا بقرارات السياسة النقدية وصدور بيانات التضخم في 19 دولة أوروبية يوم الجمعة المقبل هذه البيانات التي تتلقبها الأسواق تأتي في ظل مخاوف من تعمق معدلات التضخم في القارة العجوز بعد أن رجح استطلاع لبلومبرغ أن يتجه التضخم لأقل قليلا من 10% وبعيدا عن العملات الرئيسية نرى الليرة التركية وهي أكبر الخاسرين أمام الدولار الأمريكي هذا العام تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28% ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سار الفائدة الأسبوع الماضي